قبل الفاصل حضرنا الخليط البلو باري موفن وعملنا الورق مع بعض وهو دلوقتي بالفرن درجة حرارة 180 مع مروحة من أحلى الوصفات بعيدا عن البلو باري اللي ضفناه أي فاكهة حتحضفوها تخلطوا نصف شوكولاتة تضيفوا عليه قرفة وسكر حيطلع حلوة جدا الخليط ده هش ولزيز وبيعد كميوم طريق ورائع كمان لإيه لللونش بوكس يعني دي من أحلى الحاجات اللي ولاد حيستمتعوا بيها ياخدوها باللونش بوكس طيب هنعمل ايه دلوقتي هنعمل ساندويتش الكوراسون تعالوا سمينا ايه سمينا صن وصن من ساندويتش وكوراسون هناخد الكوراسون ونقطعه زي ما منقطع العيش البانيني او الباجات عشان نعمل الساندويتش هاخد اهو اتنين بكل بساطة بالسكينة اهو بنقطعه هحط زي ما منعمل للبرجر عايزة حمر البلو هنعمل اكل طعمه حلو مش شكله حلو بس فحنحمر الكوراسون من جوه ناخد شوية زبدة اوطي الحرارة شوية ناخد شوية زبدة سأزم بس الكنترول حبعدها عن النار عشان سخنت قوي ونسيح الزبدة مع الكوراسون مليان زبدة بس احنا هنا في المرحلة دي حاسينه اهو زي العيش بعدت شوية على الكوراسون اللي هو بيبقى فلاكي قوي مفرفت عشان هيتكسر معايا هنا احنا هنحط قطعتين يبتدوا ياخدوا لون حل ونبتدي نعمل البيد الفطار من احلى الايتمز على الفطار اللي هي البيد ففيه كزا نوع بيد فيه سكرامبلد ايجز اللي هو اللي بقى مخفوق كده وفيه الايجز البوشت اللي هي مسلوقة بالمية من غير اشرة عملناها كتير ايج باناديكت النهاردة هنلعب كده واريكم طريقة بعملها في البيت لما مش عايزة اعمل ايج باناديكت ويبوز مني خلو دي كده بقى نبوز عليها واريكم طريقة لذيذة جدا انا بشو بتأكد انه بتدى يتشرب وياخد لون كنترول فكروني بالساندوش بالعيش طيب هنعمل ايه لا مفيش وقت دقيقة كده البوشت ايج اللي هو ده اللي هو بنكسر البيضة بالمية فكرين والمية فيها شوية خل شوية ملح وبعدين اهو بيفضل الصفار دي مسلا مستوية اكتر من دي دي راني قوي دي نص ونص دي مستوية ساعة بتفك مني يا شف كزا متزبطش معنا تيجو نلعب لعبة كده لذيذة هحط التاسة دي هنا مش اسهل عشان نكون مركزين في ناحية واحدة ونسخنها وحنعمل فكرة البوشت ايج البيض مغل في الصفار صح والصفار راني وعادا تطلع كده مسلوقة ما فيش فيها طعم احنا النهاردة فصلت انا كل دول دي بيضة اتنين تلاتة فصلت الصفار عن البيض وحاخد جنبي لسباتيولا وعندي كمان هنا في معلقة خشب مش معلقة خشب في عندي هنا خليكم معايا اجيبها حالا عندي ده بحبه يبقى دي سباتيولا كبيرة بتساعدني ان يقلبها وحنطلع طبق جنبنا عشان اول ما يطلع نحطه بالطبق خلي الطبق ده هنا نبصح على انا فتحت العين التانية لسه ما تعودتش برضو منسخن الطاصة عادي جدا وعندنا زيت نباتي فيش اي حاجة ورشة ملح بسيطة والبيض بس فصلنا زي ما انتم شايفين الصفار عن البيض هنا تعالوا نشوف كواسان بتادي اخد لون حلب اهو بتادي اخد لون لذيذ زيت حمر شايفين التحميرة دي طعمها خطير خلينا نحط كده نتأكد انه خد لون من كل الجهات هنا الطاصة بتسخن نحط فيها الزيت هنعمل سكرامبلد ايجز هعمله في الطاصة الصغيرة هناك خلي هنا الزيت كده وهناك هنحط الطاصة الصغيرة دي على النار اينا نحطها عنار خفيفة كده بتبتدي تسخن سكرامبلد سهل جدا شوية زبدة مع البيض بسباتيولا ورشة ملح منطلعه هو لسه جوسي وطاري مش ناشف ومفرول دول هنطلعهم هتونشوف دي غطاها مين دي غطاها دا اهو ادي اول واحدة بقت جاهزة نعملها ساندوش هنحطاها هنا و ادي التانية برضو هنعملها كده و هنحط مطرحهم واحدة تالتة علشان هنعمل تلاتة من السان وصون لانها لسه كلمة جديدة قاعدة ايه بحفظ نفسي الكلمة هنحط الزبدة اذا احنا منحمر الكواسان القطوة دي ممكن نعملها زي ما نعملها كميا نحمرهم ويقبوا جاهزين وناخد دول تأكد انه تشرب تمام كنترول يلا نتعذب نقلب ده هنا وده هنا يلا نحط ده هنا وده هنا عشان اتحكم فيها اغطي القاع كده بالزيت كله دي طبعا هتتحمر بسرعة عشان التسى سخنة تمام هناخد السفار والبياد ونحطهم جنبنا ومعانا بيدنا لسباتيلا دي زي ما قلت لكم لما بقى عايزة اعمل بوشت اجز السفار سائل وراني ومن بره البياد قافل عليه وعايزة اعمل الساندويتش مع البرجر منحط بيت بيبقى تحفة مع البرجر اي فطار اج بانا ديكت نهاردة هنعمل البوتش دي مع السالمن الشهير دايما سموكت سالمن سالمن مدخن والبيد وشوية بيبقى فيه خاص وعلى وش قلنا هولنديز سوس اللي هي صفار مع زبدة وعلى النار وحمام مية بيعتبرها ناس كدير صعبة نهاردة حققنا حاجة شبه الهولنديز سوس بمجرد حنخلطها مع بعض انه خلطنا المايونيز مع الماستر ده ضفنا الاسد اللي هو الخل وحطينا الفابريكا ورشة كوركم بس هتدي لون وفايدة طيب دول خلاص بيرفكت دول زي الفل هنحطهم دلوقتي هنا على جنب وتعالوا نعمل مع بعض اه فطارتي اي لك كنت رو بقولي ايوا هو لما نروح كوافشه بيعني ما بقاش دايت تعالوا هنفرد البياض اوكي نوزع البياض ونحط فيه بالنص السفار وبعدين ناخد الطرف دا بس خليها تتمسك شوية هناخد الطرف دا نبتدي نغطي تعالي كده بس انا عايز اتحكم فيها من هنا هناخد دا ونغطيها من هنا ومن هنا ومن هنا استعني اكت بس اني حكمتها عايز اقلبها من غير ما تتكسر خليكم معايا قوعي بتتكسري هتديني بنفس احساس البوتشت اج ايوا كده وافضل مسكها شوية انا بغطي السفار بالبياض والسفار بيفضل راني انا اعتمد على الحرارة انها تديني الافلة دي من هنا ومن هنا هنرش لها رشة الملح البسيطة طيب هي محتاجة تتماسك بس مش عايزين نسوي السفار شايفين لسا السفار ناي اول ما لقيها تمسكت شوية من تحت هقلبها الناحية الثانية عشان تديني من الناحية دي شكل البوشت اج شايفين اه مقفولة والسفار حكمناه جوه البياض وعملنا بوشت اج فين في الطاصة تعالوا دلوقتي نقفل النار هنا خلاص مش عايزينها تسوي زيادة عن لزوم وعندي طبق صغانتوت خليني اطلع طبق من هنا ننقلها عليه بس احنا في البيت هنبقى جاهزين على طول ننقلها على الساندوش ننقلها قبل ما السفار يسوي بزيادة هنا هاتخدم بقى الاسباتيلاك كبيرة دي هاتخليني اه وهذا هحطها هنا شايفين السفار أصلا راني شايفينه اهو لسا سائل ازا انتوا هتاخدوها كده على الساندويتش على طول بس احنا محتاجين نعمل عناصر الساندويتش كلها يلا نحضر الساندويتش الاولاني مع بعض معانا وقت قدقية كنترول طيب انا بالفاصل هعمل كمان واحدة او اتنين من دي اوكي وممكن نستخدم البوتشت ايج للناس اللي بيحبوا يعني نضيف جنبها واحدة بوتشت ايج هناخد مايونيز احنا نعمل هولنديز سهلة هولنديز بتقلق الناس انه ما بتطبخش قوي وساعات بتقطع معاهم احنا كل هنعمله هنحط مايونيز خلو بالكم الهولنديز برضو هي عبارة عن زبدة وصفار بيد وخردل اللي هي مستردة وشوية خل او لمون هي هي ما المايونيز مع البيد بيد سوري الزبدة مع البيد او الدهون مع البيد صفار هتبيني مايونيز احنا هنحط مايونيز جاهز اوكي اذا حطينا المايونيز جاهز وانا هكتر عشان هنعمل السوس ده هو الاساس في كل الساندويتش اذا اختصرنا وحطينا مايونيز هناخد دلوقتي المانسترد خردل نحط نصف كمية المايونيز خردل عشان تديني الشاربنس الحلو ده هنحط خل والخل او اللمون بدخلوا بالهولنديز بيدون المزازة الحلوة معلقة كبيرة خل وهي اللي حتخليها شوية راني شوية ملح نزبط الملح وعادة بيبقى فيها فابريكا فحنحط اهو رشة البابريكا وعشان اديها لون حلو تعالوا نجيب من البانتري عندنا هنا رشة كركم ساعات في انواع من الخردة اللي بتبع في السوق جاهز بيبقى واخد قردي لون بيبقى لونه مصفر قوي فحتوصلوا للون الحلو ده من غير كركم بس انا لقيت الكركم لون طعام طبيعي و لذيذ تعالوا طلع فاصل اروأ المطبخ وجاهز كل حاجة نخلط الخليط ده الهولنديز اللي على البارد ونعمل احلى ساندويتش الثاني والثالث عشان نعمل الكرافل كراسول وافل استنون اشتركوا في القناة شفتوا الموفن بالفرن لون هيجنن دست عليها لقيتها لسه محتاجة تستوي من جوا فهنسيبها لحد ما تبقى مافيش اي سوائل جوا لو شكيتوا دخلوا خلط كده سنان تستر بتطلع فيها لو طلع اي سوائل لا اطفوا الفرن يعني لو شكلها مستوي بس فيه لسه خليط سائل اطفوا الفرن وصيبوها بحرارة الفرن لحد ما تستوي زي ما شفتوا فتحناها تماما من جوا يلا نعمل الساندويتش بالاول نعمل الكولد هولنديز حطينا مايونيز نصفه مستردة حطينا عليه خل ممكن تحطوا لمون حطينا عليه كمان رشة كركم لانه اللون المسترد اللي عندنا طبيعي مش متضاف له ألوان ونصف معلقة صغيرة بابريكا وملح طبعا هنفلت هيديني الخليط ده نكهة الهولنديز زي ما قلنا انه الهولنديز هي عبارة عن زبدة وصفار بيد لما يدخلتم مع بعض هيدوني المايونيز تقريبا لانه هو زيوت وصفار بيد والمسترد ونفس الطوپنج فعملنا هولنديز اهو بسوا شبه قوامه بالزبط بس من غير ما نقلق ما يزبطش او يبقى فاسد مثلا او البيت ما استواش الاخري هناخد شوية من الخلطة دي نحطها على قطعة من الكروسون نعتبرها زي التوست هنحط عليها شوية من الورقيات الخس هناخد نحط على الخس خلو السموك سال من فوق البيت ايه رأيكم تحت ولا فوق لا تحت عشان انا حط فوق البيت السوس الهولنديز البارد هحاول اطلع كده السالمن من الجناب بشكل حال ادي اول ساندويتش كافهات عملت بيضة تانية انا بنفس الطريقة الهولنديز ايه في الطاصة نجهزها انها تتنقل هنا تعالوا ننقلها ناخدها بصوحة لاخدها كده ونحطها هنا هنحط واحدة كفاية اوكي اهي ودلوقتي وقت الهولنديز سوس الهولنديز عادة ببقى دافي لا احنا حناخد الهولنديز اللي احنا عملناه ونحطه على البيض اللي هو برضو طريقة سهلة نعمل البوتشت ايج بالطاصة وطريقة سهلة نعمل الهولنديز بمجرد انه نضربه مع بعض وحنحط لهم دلوقتي شوية سبراوتز ورشة بابريكا وبتقدم عادة في الكافشوبس جنب سلطة كده خضرة من الورقيات معاها شوية طماطم تشاري ورشة ملح ورشة زيت زتون عصرة لمون دراسنج بسيط رشة الملح اين زيت الزيتون اه زيت زتون نقطة خل اي فينجرات بسيط وعادة تبقى بسيطة جدا جدا يعني سمنا ايه سان وصان بس ده مش ساندويتش ده خلوني امسح طبق ده الاج بندك بطريقة سهلة للهولنديز وللبيد جاهزين نحطه هنا يلا بينا تعالوا نعمل الاج ساندويتش الثانية هنعمل سكرامبلد ايج سريع اهو ونحط دي برضو عن نار سكرامبلد ايج بكل بساطة هو بيد مخفوق كده في الطاسة مع شوية زبدة في ناس بحطوله شوية حليب او كريمة انا ما بحبش وتعالوا ناخد سباتيولا ونقلبه اعليل حرارة تاني وبنقعد بس كده ناخد الليرز كده 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 خليه كده على النار لا مش هنلحق نسيبه اصلا يا دوبك بس نلفه انا بحبه جوسي وطاري وما تظهرش نكهة زفارة البيت من شايفين بالسباتيولا بكل بساطة هندهل نفس السوس اللي عملنا ونحط شوية برضو ممكن نحط هنا تعالوا عندي كولد كاتس قدامنا عندي روس بيف حلو جدا خلص دي كده حطفي النار شايفين سكرامبلد اجز لازم يبقى كده تعالوا ناخد الساندويتش اهو هنجيب بورد لذيز اين البورد اهو عشان نعمل عليه الساندويتش هنشيل ده هناخد دي وندهنها برضو من نفس السوس ونحط عليها خليط الخاس عندنا الخليط ده لذيز اللي حطينا للسلطة خلص انا حبعد بس التاسع عن المر هناخد دلوقتي جبنة وكل كاتس فلتكن دي الرومي المدخن اللي انتو حبينه هنحط الجبنة وحنحط الرومي بيف هحط شوية من السوس عشان احط البيض فوقهم وشوية تاني من السوس هنا وناخد البيض استعمل بس املكو كويس نحط هنا احلى ساندويتش الصبح كل النكهات اللي في احنا منحبها بس منقدمه بطريقة شيك كأنه احنا في كافية نحاول نحط احنا حطينا بطين بورش كويسة تديني هايت ارتفاع وتديني احتياجنا من البروتين الصبح ادي نهاردة هي افكار اكتر منها وصفات ناخد دي كده ونحطها كده ونطلع الكل وقادي اول ساندويتش التاني تعالوا نعمل هنا في نفس التاصة فليكن اوپن اي اجز ولا تحبوا نعمل واحد من غير بيد خالص كنترول للي محبوش البيد طب يلا ناخد نعمل واحد تاني بالجبنة اهو نحط هنا الخص برضو وناخد برضو الجبنة ناخد تركي وصف حط الجبنة الاول واخد التركي بما ان هو هيبقى الهيرو نتنيه كده عشاني بقى الساندويتش مستاهل مليان هناخد برضو شوية سوس ونحط خص تاني شوية ايه رأيكم اوكي شوية الطماطم ونحط الطبقة التانية وبقى عندنا هتنوضب هنا نحط الخص ده هنا بقى عندنا ساندويتش سانواص لذيذة وشهية وتقدروا تعملوا منها كمية حشوات غير عادية يعني انتوا هنا بتكروا حطوا الخلطة اللي انتوا بتحبوها اللي بحب الترك اللي بحب الجبن انواع الجبن المختلفة الفكرة احنا عملنا اهو هتنشيل ده من هنا فضل لنا ايه انا نحطها جنب المانيا اسيبها شوية حاضر حاضر نحط جنبها شوية سوس اهو تاني اوكي وشوية تشاري توميتوز هنا اهو وناخدها كده كلها